بيتخلاش دكتورة ملاحظة أنه زاد؟ أكيد زاد وكمان بدأ يظهر في سن صغير زي ما الدكتور سراك كان بيقول فأعمار ما كناش بنشوف فيها إمساك قبل كده يعني دايما الإمساك في ذهننا مرتبط ممكن بالسن الكبير مع مثلا بطأ حركة الجهاز الهضمي دلوقتي لأ بنشوفه شباب حاجة وعشرين حاجة وثلاثين بيشتكي من الإمساك المزمن فده يا عمر أعتقد أنه مع الأشي هو الواحد يقول إمساك مزمن ده بعد وقت ده يعني ما يخشش الحمام وقت ده فيبتدي يقول أنا عندي إمساك مزمن يعني أقل من ثلاث مرات في الأسبوع أعتقد الشخص كده يبقى عنده إمساك مزمن يعني لو دخل ثلاث مرات في الأسبوع آه يعني يوم أو يوم لأ مثلا بكتير والمفروض الطبيعي أن الشخص يخش على الأقل مرة في اليوم على الأقل مرة في اليوم على الأقل مرة في اليوم لو هي مثلا مرة كل يومين يعني يوم أو يوم لأ منعزيها لكن الناس اللي بتعود تشتكي بأنها ما دخلتش بقالها 3-4-5 أيام بصفة مستمرة لأ الناس دي لازم ده مزمن ده يعتبر الإنساك مزمن والناس دي لازم تبتدي زي ما نقول سيك مادك الأدفايس يعني تبتدي بقى تتكلم مع الدكتور تروح لدكتور وتتكلم معه طبعا ده يعني أعتقل نجوز كبير قوي منه هو تغيير في عادتنا الغذائية وعادتنا الحياتية بشكل كامل أنه احنا النهاردة زي ما دكتور سراكم بيقول بناكل زي الأوروبيين سيبنا المديترينيان دايت الجميل بتاعنا اللي هو معتمد على الحبوب الكاملة والخضار والفكة وبقينا بناكل اللي هو بيسموه الساد دايت أو الدايت الحزين ساد دي اختصار كلمة ستاندرد أمريكن دايت يعني هما نفسهم بيتريقوا على الدايت بتاعهم وبيسموه الساد دايت له في إيه بقى له في اللي هو الأكل قائم على بالأساس على النشويات البسيطة نواش وكمان على البروتين الحيواني أو الأكل من مصدر حيواني بشكل كبير لحمة 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 أنواع من اللحوم أنواع من الدواجن الألبان ومنتجاتها الجبن كل دا يعمل إمساك يعمل إمساك لأنه ما فيهوش ألياف الألياف موجودة في الأكل من مصدر نباتي بس النبات بس هو اللي ماشي المعنى النبات بأنواعه خضار فاكهة حبوب بقول بودور مكسرات يجزي فيها الألياف فول والطعمية بتاعنا طبعا جمال مع العيش البلد زي جرجير الخص حاجات رائعة جدا طماطم الخيار حاجات رائعة جدا ولازم ننوع في الحاجات اللي بنا كلها لأنه إحنا محتاجين أنواع مختلفة من الألياف الألياف في منها أنواع ذائبة وأنواع غير ذائبة فلازم ننوع أنواع الزائبة دي زي إيه؟ يعني أنواع الزائبة دي بتبقى أكتر موجودة مثلا في الحاجات مثلا في الحبوب زي الشوفان موجودة في أنواع من الخضار والفاكهة موجودة في البقول والمكسرات الغير ذائبة بتبقى أكتر موجودة مثلا في الخضروات مثلا حاجات زي الكرافس زي الفسولية الخضرة البمية كل واحد نوع من الألياف ده له وظيفة الألياف الزائبة بتأتركت المية بتتمتص المية وتتحول لماد زي الجيل كده فبتخلي البراز أو الكتلة بتبقى طرية فتخرج بسوط التانية بتعمل كتلة اللي هي الألياف الغير ذائبة بتعز في الجهاز الغضمي ما يتمش امتصاصها خالص فبتعمل كتلة فالتنين بيشتغلوا مع بعض بحيث ان هم يسهلوا عملية الإخراج دكتور سراج احنا سمعنا ده وانا شفته كتير حكاية الأعشاب فيه ناس عايشة على الأعشاب يعني لو الأعشاب دي مش موجودة هم بخش اللي هو بياخد أعشاب بالليل علشان يقدر يخش حمام الصبح انا معاك ايه انظام الأعشاب دي انا اقول له حضرتك اولا هو معظم أدوية بمساك أعشاب وفيه أدوية بقى عقاقير بتعالج يعني فيه 4-5 الوقت موجودين بيعالجوا الامساك الوزن الأعشاب مش علاج الأعشاب زي مثلا ملين اه